السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وصلي موزد وابارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنزيل معاكو الشقة على شهر رمضان كل سنواتوا طيبين. استخدمنا زي الزينة ومشي الخيامية والآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ على حسب المسافة. ده طبعا الشرطان دي انا جبتها اسمها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� هلزق بالشمع علشان الشمع مش آآ عملي وكمان مش هيدينا آآ نفس آآ الحاجة اللي انا عاوزها. انا عندي مكنة هجيب المكنة بتاعتي وهبدأ ان انا قتني علشان الخيوط دي بتنسل وهبدأ ان انا اخيطها وزبطها. بحيس انه تبقى غسيل وتقعد معي الاستنى الجاية وكده. هبدأ ان انا اخيط بالمكنة لكن لو عملتيها بالشمع ما بتبقاش عملية زي ان انت تخيطيها بتدي منظر كويس جدا وبتبقى جميلة. بتقعد معاك الشهر كله لا بتفلت ولا بيحصل لها اي حاجة. القماش الخيمية ده يا جماعة انا جايب المتر بستاشر جنيه في متر تاني باثناشر وفيه بعشرة. آآ ده عندنا في المانيا على حسب كل بلد الاسعار بتاعتها بتختلف من بلد للبلد التانية. انا هو هبدأ ان انا بعد ما تانيتها هحط الفرنشة كده وهبدأ ان انا اسبتها واخيطها. هبدأ ان انا اخيط واحدة واحدة كده لغاية ما تخلص معايا وخلص كل الكمية. طبعا هعمل مفرش للصفرة وهبدأ ان انا احط كل الحاجات اللي انا محتاجاها وهزبطها. انا عملت كنب بتاعة الريسبشن اربع اطوال. قلت لكم ان انا است الاول وبعد كده قصيت وبعد كده اهو هركب. آآ طبعا هي كانت خمسة متر على بعضها انت هتقيسي وبعد كده هتقصي وتحددي. بعد ما هتخلصي الحاجات اللي انت بتعمليها بعد كده هتفرشي وكل سنة وانت طيب. طبعا آآ زينة رمضان بتدي اجواء كده وجو جميل جدا لرمضان وتحسسك ان البيت فيه بهجة والبيت يعني آآ فعلا ان ان رمضان ده شهر لازم يكون فيه سعادة وفيه بهجة فعلا. آآ اجواء رمضان اجواء السحور آآ الكرآن اللي بيتقري دايما ان احنا فعلا فعلا اتمنى ان السنة كلها تكون عبارة عن شهر رمضان. وبكده انا انتهيت من المفرش هبدأ ان انا اكمل باقي الكمية كلها معاكم. آآ طبعا انا مسرعة الفيديو علشان الحاجات دي طبعا آآ لازم هتبقى محتاجة متخصص اي آآ ولو انت عاوز بتعرفي انت تقعد على المكنة هتعمليها بكل سهولة ويسر ومش هتحس بيها خامس. آآ طبعا الشريط ده اللي احنا قلنا عليه فرانشا ده فيه باتنين وفيه باتنين اخر الفيديو هقول لكم على كل الاسعار اللي انا جبتها وكل حاجة انا جبتها بكام وفيه منها انواع ايه. طبعا هبدأ ان انا اخلص علشان انا معي مفارش كتيرة. انا عملت اربع مفارش طوال وعندي مفرش هنا ما اخدتوش عملته. ده مفرش طرابيزة اول حاجة حددت بتبشير ده كده علشان يبقى آآ ميل زي ما احنا شايفين التبشير معلم. وهبدأ ان انا اسبتو معايا بالمكان. علشان يدينا شكل كويس جدا وشكل بسيط. طبعا المسلسات دي انا عملتها طبعا الفرانشا ما كفتش فاضطريت ان انا اعملها في حتة صغيرة من المسلس من تحت. علشان احطها على المساند بتاعت او الركنة بتاعتي. آآ طبعا انا كده انتهيت منها. وخلصتها انا بس بفرق على المفارش بعد ما انتهت منها. ادي اول واحد ده آآ انا فرشته على الكنبة هو شكله طحفة جدا وجميل. ده انا اصلا مش حطاله آآ حاجة من فوق. من من على الجناب يعني. وحطيت المسلسين اهو شكله طحفة جدا جدا وجميل. وخلى للبيت بهجة جدا. طبعا آآ بعد ما فرشته وخلصت. هقول لك على الحاجات اللي انا استخدمتها. انا لزقت الزينة آآ بدابل فيس. آآ الدابل فيس ده انا شريعة بتمانية جنيه من اي مكتبة. آآ ده القماش الخيامية. المتر فيه بستاشر فيه بعشرين في بعشر على حسب الماتيريال بتاعيك. الشريط ده جماعة انا جايباه فيه باتنين وفيه باتنين ونص منه. آآ يبقى على حسب الماتيريال يعني. الفانوس ده انا اشتريته البنت ده بخمسة وستين جنيه. ده بينور وبيعمل آآ موسيقى وبيغني. وبيلف كمان شبه الوردة. هو اسمه فانوس وردة. الفانوس ده طبعا انا فرجتي هنا على الترابيزة مفرش خيامية. انا عاملاه بميلة وحطيت الشيالة وحطيت مصحف نظام اجواء رمضان. وهنا ضفت السبحة على الفانوس. وبدأت ان انا جبت عود نور آآ ده. وحطيته على الكنسور علشان يدي شكله نور جميل جدا. ويخلي المكان فيه بهجة وفيه انوار كده. وفعلا نحس بآآ باجواء رمضان. كل سنة وانتوا طيبين يا رب وبعود الايام. حطيت كمان ورا السطارة وعلقت مفارش. علقت الزينة دي. الزينة دي لعشرة متر منها باثناشر جنيه. انا مشتري اولاين. آآ علقتهم هنا وعلقتهم برضو عند الشاشة بتاعتي التليفزيون. آآ ادى للمكان آآ جو رمضاني جميل جدا. طبعا هنا الجزامة بتاعتي حطيت فوقيها الفانوس ده. كان عندي من مبارح والفانوس ده انا عملته هندي ميد. وطبعا على مفرش الجزامة انا حطيت آآ مصلص صغير بالقماش الخيمية علشان يدي برضو بهجة للمكان. ومن جوة في شمعة انا سايبها. دي وراءة طبعا آآ بس الغطب تحت قصر. هنشوف بازن الله بعد العيد هنشوف هنعمل فيها ايه? وهنعمل اعادة تدوير ليها وهنستغلها في حاجة تانية خالص. طبعا انا كده رايحة الريسيبشن عشان اوريكو الصفرة. ده مفرش الصفرة عملته برضو. وعملته نظام مصلص كده آآ من قدام من ناحيتين احسسكم ان هو انا شريعة لكن انا مش تريح الحاجات وعملاه في البيت. برضو ما ما كلفتنيش حاجة انتي لو جبت المفرش ده هتجبيه بخمسين جنيه ستين جنيه لكن انتي ممكن تعمله في البيت بطريقة مختلفة جدا وبسيطة ومش هتكلفك حاجة خالص. وحطيت الحاجات دي كده على على الصفرة. وبعد كده هطلع اوريكو الكنسول بتاعي وانا مزيناه بالآآ عقد النور ده. وطبعا هنا في قماش خيمية وفي حاجات كده جميلة ودي طحفة جدا. وادي الفرش وهو مفروش انا نورت النور عشان اوريكو الجمال بعد ما خلص. بعد الشقة بعد ما خلصت. بجد حلوة جميلة. انت ممكن تضيفي لمسة في شاقتك باقل التكاليف واني تتحسي برمضان وتحسيسي اهل بيتك بيه. آآ طبعا لازم نعظم شعائق ربنا. ولازم نحسي برمضان ونحتفل بيه. آآ كمان حطيت عقد نور ورا السطارة بيدي شكل جميل جدا. طبعا انا هطف النور دلوقتي علشان اوريكو شكل الفانوس. وهو بيدي انوار كده جميلة. الفانوس ده اللي انا جاب البنتي. ودي انا حطيت السبحة كده كلام سفنية يعني مني علشان رمضان وكل سنوات الطيبين. وانا بستخدم السبحة. آآ هوريكو من هنا شايفين شكلها? ودي مرة كمان على الجزامة. ودي الصفرة. شكل الزينة كده شكله مبهج والشقة شكلها مبهج جدا. ودي طبعا. انا حطيت عليها مفرش وحطيت الزينة زي ما احنا شايفين كده. انا هو طفيت النور علشان اوريكو شكل الزينة وشكل البكهة آآ البهجة اللي يعني زادت في المكايل لما حطينا زينة رمضان. ودي شوفوا الاجواء بتاعة الفنوس عملت ايه? طبعا هو بيغني وبيرقصه كل حاجة. آآ الفنوس ده حلو خالص. آآ انا اشتريته البنتي بخمسة وستين. على حسب المكان فيه اصلا انا شفته نازل في مكان بسبعين او بتم او بخمسة وسبعين. على حسب يعني. بس حلو خالص وفيه بلورة كده فشكله جميل. انا هقرب منه عشان اوريكو هو بيلف ازاي. كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم ويا رب دايما تكونوا بخير وهنا وسعادة. اشتركوا في القناة.